اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة في خطبتين ماضيتين تحدثت عن سيدنا أبي عبد الله بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سيد المؤذنين تحدثت عن إسلامه رضي الله عنه ومدى تحمله الصعاب الشداد في سبيل دينه حيث عذب وكان قد عذب أكثر ما عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن هانت عليه نفسه فلم يرضى أن يتلفظ بكلمة الكفر كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من العذاب لكنه صبر وتحمل وكان كلامه وكلمته المشهورة أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه وأود أن أحدثكم اليوم أيها الأحبة عن صفة سيدنا بلال أنه خازن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تولى مال النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله لكن أذكر بين يدي هذا حديثين اثنين ويعني سيدنا بلال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وأربعين حديثا منها أربعة في الصحة الحديث الأول وهو حديث عند الإمام الطبراني والبيهقي عن سيدنا بلال رضي الله عنه قال أذنت في غداة باردة يعني في فجر ليلة باردة أذن الصبح رضي الله عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى في المسجد أحدا الأذان تم لكن الجامع فاضي فلم يرى في المسجد أحدا فقال أين الناس يا بلال في المدينة كلها لم يأتي أحد من الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بلال قال أين الناس يا بلال قلت يا رسول الله منعهم القر أي شدة البرد فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أذهب عنهم البرد فما أصابهم بعدها برد أبدا وكان علي رضي الله عنه ربما يلبس الثوبين الخفيفين في يوم شديد البرد وإن جبهته لتترشح عرقا هذا حديث من أحاديثه رضي الله عنه وروا الإمام البخاري عن سيدنا بلال وأبي قتادة قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وكان هذا في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر فقال بعض الأصحاب لو عرست بنا يا رسول الله يعني استرحنا قليلا التعريس هو الاستراحة في الليل قالوا لو عرست بنا يا رسول الله فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة خايف تروح عليكم صلاة الفجر أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقذكم أنا أفيكم فاضجعوا وفي رواية عند الإمام مالك قال يا بلال اكلأ لنا الصبحة أي احفظ لنا الصبحة ما يروح علينا قال فقام بلال فصلى ما كتب الله عز وجل له من قيام الليل ثم أسند ظهره إلى راحلته مستقبلا الصبح مشرق الشمس فغلبته عيناه فنام ولم يستيقذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم حرارة الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم أول من قام وهو فزع أصابه الفزع صلى الله عليه وسلم كيف تروح علينا صلاة الفجر في وقتها قام فزعا فأتى بلالا فأيقظه قال أين ما قلت يا بلال فقال يا رسول الله ما ألقيت علي نومة مثلها قط وفي رواية قال ماذا أصابك يا بلال قال أصابني الذي أصابك يا رسول الله كانوا متعبين منهكين معركة ومسير في الليل فناموا جميعا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا قال اقتادوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت ارتفع قرص الشمس ثم نزل فقال يا بلال قم فأذن أذن للفجرة بعد ما طلعت الشمس فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لأن الركعتي السنة يعني صحيح راحت عليه صلاة الفجر لكنه ما ترك السنة وهو مسافر صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هاتان الركعتين أو هاتين الركعتين هما من أعظم السنن الرواتب قال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجري أي السنة خير من الدنيا وما عليها فقام فصلى ركعتين ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى الغداة مع الناس وفي هذا دليل على وجوازي أن تصلى صلاة الفائتة جماعة والأصل أيها الأحبة أن الإنسان إذا فاتته صلاة الفجري أن يصليها مباشرة مجرد الاستيقاظ أو مجرد التذكر إذا نسيها أو أي صلاة عليه أن يصليها متى تذكرها أو متى استيقظ بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لكن ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان قال العلماء الهدف منه حتى يستيقظ الناس الناس نايمين وتعبانين فلو أن بلالا أذن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعض المسلمين أن تفوتهم هذه الصلاة لأنهم متعبين فأمرهم أن يرتحلوا ثم بعد ذلك صلى الصبحة وبعض العلماء قال كما في رواية عند بعض في كتب الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واد حضركم فيه الشيطان يعني غلبكم الشيطان فأنامكم هذا واد حضركم فيه الشيطان فكم من رأيها الأحبة يحضر الشيطان في بعض البيوت وتفوتنا صلاة الفجر في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ينبغي أن تصلى كل صلاة في وقتها حدد الله عز وجل لكل صلاة وقتا وعلى الإنسان المسلم أن يصلي كل الأوقات في كل الصلوات في أوقاتها أيها الأحبة كان سيدنا بلال رضي الله عنه خازن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسؤول عن نفقة النبي عليه الصلاة والسلام أموال النبي عليه الصلاة والسلام كل عن بلال يعني نستطيع أن نقول أنه المحاسب مثلا أو وزير المالية كان خازن النبي صلى الله عليه وسلم روى أبو نعين في الحلية أن بلالا قيل له حدثنا عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسمعوا أيها الأحبة كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المال قال ما كان له شيء يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يبقي شيئا ولا يدخل شيئا وكنت أنا الذي ألي له أتولى ألي له ذلك منذ بعثه الله حتى توفي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه المسلم الإنسان المسلم فرآه عاريا يعني ثياب مهترئة أو غير كافية فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض وأشتري البردة فأكسوه بها وأطعمه يعني ما للنبي عليه الصلاة والسلام ينفق على هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق من خلال تتبع للأحاديث أيها الأحبة أنه كان صلى الله عليه وسلم كثير الإنفاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون وتقرأ وتعلمون أنه كان أجود الناس أجود الناس على الإطلاق وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم وقد ورد عنه أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه أي شيء يسأله صلى الله عليه وسلم يعطيه لذلك مدحه سيدنا حسان ابن ثابت فقال ما قال لا ما قال لا قط إلا في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله لو لا التشهد كانت لأه نعم وكان صلى الله عليه وسلم إضافة أنه كثير الإنفاق كان لا يدخر شيئا يعني لا يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا روى الإمام الطبراني عن سيدنا بلي قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي صبر من تمر يعني أكياس من التمر أو تنك من التمر أو أوعية يعني بعض الأوعية من التمر فقال ما هذا يا بلال قال شيء أدخره لك ولأضيافك يجاك الضيف يجاك إنسان بدأ يسلم فهذه التمر أدخره لك يا رسول الله ولأضيافك فقال عليه الصلاة والسلام أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا وكان يعلمه المنهج في الإنفاق يقول له كما في عند الإمام الحاكم قال يا بلال إذا رزقت فلا تخبئ وإذا سئلت فلا تمنع إذا رزقت فلا تخبئ الحقيقة وبكل صدق أقول لكم أن هذا المنهج هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون صعبا وقاسيا على النفوس ولكن بعض الأصحاب أخذ بهذا المبدأ في النفقة في حياته وخصوصا أهل بيته رضوان الله عليه فقد ورد عن السيدة عائشة كما روى عنها عروة ابن أختها قال بعث معاوية إلى عائشة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا وزعتها وكانت صائمة السيدة عائشة فقالت لها بريرة خادمتها قالت أنت صائمة يا أمه فلو أبقيت لنا درهما نشتري به خبزا ولحما تفطرين عليه فقالت لها عائشة لو ذكرتني لفعلته وروي عنها أيضا أنها تصدقت في يوم بسبعين ألف درهم وإن درعها أو إن جانب درعها لمرقع يعني العباء التي تلبسها أو الثياب التي تلبسها جانبها مرقع وأنفقت سبعين ألف درهم هذا منهج كما قلت لكم منهج قاس على النفس هذا لكنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الإنفاق وكان لا يدخر شيئا الآن كلما استطاع الإنسان أن يقرب من هذا المنهج كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقه في هذه الناحية يعني مرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مذبوحة هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها لعائشة رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعال النهار ماذا صنعت في الشات يا عائشة قالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الكتف يعني هي تحب تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشات فتصدقت بها كلها لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك قالت ذهبت كلها يا رسول الله وبقيت الكتف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصبت يا عائشة أحسنت يا عائشة لكنها بقيت كلها وذهبت الكتف بقيت كلها يعني هي تصدقت بكلها هذه بقيت عند الله أجرا وثوابا نجده يوم القيامة في البنك الأخروي وأما الكتف فقد ذهبت لأننا سنأكلها ونخرجها هذا معنى الحديث أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى هذا المعنى فقال لأصحابه يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله انتبهوا قال لهم أيكم مال وارثه يعني مال من بعدك من من يريثون مالك أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا فقال عليه الصلاة والسلام فإن مال أحدكم ما قدم مالك الحقيقي هو الذي تنفقه قبل موتك ومال وارثه ما أخر الآن الذي ستبقيه ولا تنفقه وتدخيره هو مال الوارث فهو الذي هو الذي كما تقول وتزعم أن مالك أحب إليك من ماله أيها الأحبة كما أسلفت ليس كل الأصحاب استطاع أن يسير على هذا النهج سيدنا عمر وأبو بكر رضي الله عنه يقول سيدنا عمر ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق والتصدق فقلت اليوم أسبق أبا بكر كان فيه نالك منافس كبير وشديد ما بين أبي بكر وعمار في أفعال الخير ومنها الصدقة فقال عمر الله اليوم مندي أسبق أبو بكر قال فقسم ماله نصفين وحمل نصف ماله وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت لهم نصف مالي يعني متفاخر أنه خمسين بالمئة مما يملك قدمه لي النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام وإذ بأبي بكر يأتي وقد حمل كل ماله وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا أبا بكر قال تركت لهم الله ورسوله فقال عمر لن أسابق أبا بكر بعد ذلك أبدا عاد إحسن إسق الآن أبو بكر ما الذي دعاه أن يأتي بكل ماله هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة كما قلت هذا صعب على النفوس وبعض الأصحاب لم يستطع ذلك وبعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمره أن يدخير كما حصل مع سيدنا سعد ابن أبي وقاص قال مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان مرضه شديدا يعني كان يخشى على نفسه الموت بهذا المرض فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وليس لي أحد يريثني إلا ابنتي هذه عائشة أفأتصدق بثلثي مالي يعني خليل الثلث لهذه البنت وأتصدق بالثلثين سبعين خمسة وسبعين بالمية فقال لا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قال أفأتصدق بالنصف قال لا قال أفي أبي الثلث قال نعم والثلث كثير لهذا الإنسان وأمثاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترح عليهم إذا أرادوا الإنفاق أن ينفقوا أقل من الثلث يعني ربع مالهم لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه شديد وكثير الإنفاق ولا يدخر شيئا يعني مرة صلى العصر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقام مسرعا بعد الصلاة العادة يجلس ويعني يسبح التسبيحات ويسلم على أصحابه فقام مسرعا صلى الله وسلمه عليه قال فارتاب الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك فلما عاد قال ذكرت شيئا من تبر يعني شيء من المال من الدراهم موجود عندي فخشيت أن يحبزني فذهبت وتصدقت به لا يدخر شيئا صعب لكن يعني إذا لم نستطع أن نكون على هذا أيها الأحبة علينا أن نتقرب أكثر ما استطعنا من منهجه صلى الله عليه وسلم وأختم بهذين الحديثين اللذان أو اللذين يشيران إلى هذا المعنى الحديث الأول عند الإمام البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرة من المدينة يعني فسحة قال فاستقبلنا أحد فاستقبلنا أحد يعني فجأة ظهر أحد من خلف الجبال فقال يا أبا ذر النبي صلى الله عليه وسلم قلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا إن لو كان عندي مثل أحد ذهب أحد أخوانا ستة كيلو متر بأربع كيلو متر بارتفاع ستمائة متر مثل منه ذهب قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة ثلاثة أيام وعندي منه دينار هذا يحب لو كان كل هذا الجبل دنانير من ذهب لا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منها دينار واحد إلا شيئا أرصده لدين إذا كان في علي دين أو بدويد دينا صلى الله عليه وسلم إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا 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 وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاته الأربع يعني ينفقون 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 على عباد الله ثم مشاء صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة يعني أصحاب الجدى الأموال هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بيده هكذا وهكذا 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 وأشار إلى جهته الأربع يعني أنفقوا وأكثروا في الإنفاق ثم قال وقليل ماهم يعني هم قليل حتى في الأصحاب هم قليل لذلك أيها الأحبة هذا منهجه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المال كان كثير الإنفاق وكان لا يدخر شيئا صلى الله عليه وسلم والحقيقة قلت هذا الأمر صعب على الدفس لكن على الإنسان الموفق أن يبذل قصارى جهده في أن يكون قريبا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضعف الإيمان أن يحفظ على أداء الزكاة يعني هذا أضعف أضعف الإيمان وإلا إذا لم يفعل ذلك فالله عز وجل بشره فقال والذين يكنذون الزهب والفضط ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره أي الذين لا يؤدنوا الزكاة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يعني أضعف الإيمان أيها الأحبة أن يؤدي الزكاة هناك يعني والله باستحية أن أقول كثير من المسلمين لا يؤدي الزكاة كما يحب الله ويرضاه حتى بعض العلماء أجرى استقراءا في العالم الإسلامي قال هناك خمسة بالمئة فقط ممن يؤدي الزكاة على ما أمر الله عز وجل غير الزكاة نين ونصف يعنى شيء اسمه إن في المال حقا سوى الزكاة صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس ينفقون خمسة بالمئة أنا أعرفهم بعض الناس ينفقون عشرين بالمئة الخمس بعضهم والله أيها الأحبة وأنا أعرفهم ينفق خمسين بالمئة من ماله لله خمسين بالمئة من كل ما يرده ينفقه لله ووالله ووالله وفي هذه الأزمة لا زال في زيادة وفي إكرام وإنعام من الله سبحانه وتعالى لذلك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا إذن أيها الأحبة يعني هذا منهجه صلى الله عليه وسلم صعب على النفوس لكن نحن إذا أردنا أن نكون قريبين من حضرته صلى الله عليه وسلم في الآخرة وفي الجنة علينا أن نتسابق وأن نبذل قصارى جهدنا في سبيل أن نكون مثله الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى وطوبى هي الجنة وقيل هي شجرة في الجنة عظيمة في أعلاها يسير الراكب في ظلها مئة سنة ولا يصل إلى منتهها طوبى طوبى لمن أمسك الفضل أي زيادة من لسانه يعني الكلام الزايد الكلام الذي ليس له ضرورة طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه لا يتكلم إلا لضرورة كما كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه هذا تذكرتم من أخلاقي صلى الله عليه وسلم وطوبى لمن أنفق هذاك أمسك هذا أنفق الفضل من ماله يعني الزيادة من ماله طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وطوبى لمن أنفق الفضل من ماله أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى قال وما أنفقته من شيء فهو يخلفه ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابلة في كل سنبلة مئة وحبة والله يضاعك لمن يشاء يعني هذا أمر نحن نعرفه ولكن نسأل الله أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من المفلحين لأن الله تعالى قال ومن يوق شوه كل ما يتوق أيها الأحبة هذا فعل مبني للمجهول والفاعل هو الله الله هو الذي يجعل في نفسك السخاء فاطلب من الله عز وجل أن يجعلك سخيا أن يجعلك كريما ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قد أفلح المؤمنون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا قريبين من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه في أعلى درجات الجنة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فيعفوز المستغفرين الحمد لله الحمد كثيرا كما أمر إقرارا بربوبيته وإرغاما لما جحد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله معده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله خير البشر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم واجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفرج عنا وعن المسلمين ما أهمهم وأغمهم واصرف عنا البلاء والوباء اللهم اصرف عنا البلاء والوباء اللهم اصرف عنا وعن بلاد المسلمين البلاء والوباء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين أيها الأحبة في كل جمعة لعلي أن أنسى أو في بعض الجمعة أو كثير من الجمعة أنسى التذكير بالتصدق أيها الأحبة لكن اعلموا أن أفضل الصدقة صدقة يوم الجمعة يعني كل واحد من بيننا قبل أن يأتي إلى المسجد عليه أن يدخر شيئا في جيبه لينفقه في يوم الجمعة لأنه كما قيل أن الصدقة في هذا اليوم تعلل الصدقة في رمضان في الأيام التي فيها الأجر الكبير للصدقة فتبرعوا وساهموا وأجزل العطاء جزاكم الله وخير الجزاء